بسم الله الرحمن الرحيم وقية الله في الأراضين لذكرى شهادة جدته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعظم الله أجهوركم مشاهدين الأفاضل كان عدي بن حاتم الطائي من فرسان العرب ولكنه كان كارها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولدين الإسلام الذي يمنعه مكانته في قومه وكان من وجهاء قومه يحصل على ربع غنائمهم في الحروب وكان على دين النصرانية مثل أغلب قبيلة طي وكان ممن هربوا لنصار الشام لما علم بقدوم رايات المسلمين فاتحين ولكن هذه الكراهية زالت بعد أن من رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم عدي مع قومه وحسن إسلامه ومن المشاهد التي تأثر بها حاتم الطائي أنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وانطلق به إلى بيته في الطريق استوقفته سيدة مسنة تطلب حاجة لها فأطال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث معها فقال عدي في نفسه والله ما هذا بملك يقصد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان متواضعا في خطابه للسيدة وجاء أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعدي بأن المال سيفيد على المسلمين وسيزدادون منعة حتى تخرجها المرأة من القادسية على بعيرها تزور مكة لا تخاف شيئا وستفتح للمسلمين قصور بابل وما مضى عامان رأى عدي فتح قصور بابل وخروج النساء للحج من القادسية آمنات فصدق وعد النبي إياه وفي عام الوفود التالي قضم وفد طي على رسول الله بقيادة زيد الخيل وهو سيدهم وقد عرض عليهم الرسول الإسلام فأسلموا وجاء أن النبي صلى الله عليه وآله أسمى سيدهم زيد الخير كيف أسلم حي بني طي ومنهم عدي وسفانة من ولد حاتم الطائي كريم العرب وكيف أثر خلق رسول الله في بني طي حتى استكانوا وأسلموا وما هي الدروس المستفادة من هدم أمير المؤمنين سلام الله عليه لصمم فلس في السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله بقيادته تفاصيل وأوفى مع سمحة الشيخ القادم محمد كان عن سلام عليكم سمحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وعظم الله لكم الأجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعظم الله لكم الأجر بذكر شهادة سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ذكر جملة من المؤرخين أنه في شهر ربيع الآخر من سنة تسع للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام في خمسين ومئة رجل أو مئتين بحسب رواية ابن سعد من الأنصار على مئة بعير وخمسين فرسا ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس ليهدمه فأغار على أحياء العرب وشن الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموا الفلسة وخربوه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء وكان في السبي سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشام ووجد فيه خزانة الفلسي ثلاثة أسياف رسوب والمخذم وسيف يقال له اليماني وثلاثة أدرع واستعمل علي عليه السلام على السبي أبا قتادة واستعمل على الماشية والرثة عبد الله بن عتيك فلما نزلوا ركك اقتسموا الغنائمة وعزلوا للنبي صلى الله عليه وآله صفيا رسوبا والمخذم ثم صار له بعد ذلك السيف الآخر وعزل الخمس وعزل آل حاتم فلم يقسمهم علي حتى قدم بهم المدينة ومر النبي صلى الله عليه وآله بأخت عدي بن حاتم فقامت إليه وكلمته أن يمن عليها فمن عليها فأسلمت وخرجت إلى أخيها فأشارت عليه بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وآله فقدم عليه في حين ذكر ابن سعد في الوفود أن الذي أغار على طي هو خالد بن الوليد وهذا لا يستقيم لأن التفاصيل عن الغارة لا تساعد على تبني هذه الرواية قد يتصور من يقرأ التاريخ بسطحية أو بخلفية مسبقة بائسة أن النبي صلى الله عليه وآله ومن معه كانوا أو كان يشن الغارات على القبائل بما يشبه الخط العشوائي حاشاه وجل مقامه الشريف عن هذه التهمة الشنيعة بل هو الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين فلا بد لنا من فهم الظروف المحيطة بكل فعل عسكري جرى في عهد النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن تكون الصورة جلية واضحة ولدفع كل شبهة تثار سواء من داخل الجسم الإسلامي أم من خارجه لقد انتصر الروم على الفرس في تلك الفترة ودخل النظام الكسروي في صراع داخلي على منصب الملك بعد أن قتل ابن كسر أباه فانزاح خطرهم عن المسلمين شيئا ما في المقابل زاد خطر الروم حيث كان قيصرهم يهيئ لغزو شامل للجزيرة العربية بهدف إسقاط واستئصال الدين الجديد الذي استشعر خطره على ملكه بل على الإمبراطورية كلها وكان من جملة خططه أن يعتمد على متنصرة العرب من غساسنة الشام وكذلك على الأكيدر الكندي ملك دومة الجندل استطاع من خلال أذرعته الروم أن يحول قبيلة طي التي كان زعيمها عدي بن حاتم الطائ إلى مساندة الروم في مشروعهم وقد انزلق عدي بن حاتم معهم إلى الحد الذي أعلن فيه عن دخوله النصرانية وأخذ مذهبه ينتشر في قبيلته التي كانت وثنية لها صنم اسمه الفلس ثم بدأ يقضي ردحا من سنته في الشام والملفت أن الحارث بن شمر ملك الغساسنة أهدى لهذا الصنم الفلس بضعة سيوف ودروء مع أن الحارث مسيحي على دين قيصر طيب كيف يهدي للصنم مما يدل على أن السياسة كانت تغلب الدين في الطعاط الحثيف لتهيئة الحملة الحملة الكبرى على المسلم من هنا قبل أن ينطلق النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك أرسل علي على رأس حملة إلى قبيلة طي بهدف هدم صنمهم وكسر شوكتهم لكي لا يكونوا رأس حربة بيد الروم هذا من جهة من جهة أخرى فقد كانت قبيلة طي في حالة حرب مع المسلمين وكانت جواسيسهم تراقب تحركات المسلمين في المدينة نفسها بحيث عرف رئيس القبيلة عدي بمسير علي ومن معه لهدم صنم عشيرته من خلال هؤلاء الجواسيس فغادر مسرعا إلى الشام وعندما أشرف علي عليه السلام على بلادهم وجد عيونا لهم على مسيرة يوم أو يومين تترصد خيل المسلمين هذا إن دل على شيء يدل على أن حالة الحرب كانت راسخة لديهم مع المسلمين لقد كانت مهمة علي عليه السلام أن يهدم صنم القبيلة التي كانت تلزم نفسها بعبادته ويصورونه على أنه القادر على النفع والضر بهذا يكون الهدف هو إسقاط تلك الخرافة وبالتالي تحرير القبيلة من أيدي بعض من استغل تلك التقوص الوثنية للاستخفاف بهم وربما ساعد على ذلك اعتناق زعيم القبيلة للنصرانية مما جعل الصنمية تتخلخل أركانها في نفوسهم وهي تلك اللحظة المناسبة التي استغلها النبي صلى الله عليه وآله وتفاصيل الغارة على القوم قد ذكرها المؤرخون بشكل مفصل خلاصتها أن علي عليه السلام استطاع أن يلقي القبض على بعض جواسيسهم المنتشرين على مسافة يوم أو يومين ويستجوبهم بحيث قرر الإغارة عند طلوع الفجر فأصاب منهم مقتلا وهدم صنمهم وألقى القبض على معظمهم وساقهم إلى المدينة عازلا خمس المغانم والسيوف التي كانت في مكان عبادة الصنم وكذلك عزل بنت حاتم الطائي ونسيات كن معها وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر الواقلي ما نصه كان في السبي أخت عدي بن حاتم لم تقسم فأنزلت دار رملة بنت الحارث وكان عدي بن حاتم قد هرب ابن حاتم قد هرب حين سمع بحركة علي عليه السلام وكان له عين بالمدينة فخرج إلى الشاه وكانت أخت عدي إذا مر النبي صلى الله عليه وآله تقول يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علينا كل ذلك يسألها رسول الله صلى الله عليه وآله من وافدك فتقول عدي بن حاتم فيقول الفار من الله ورسوله حتى يأست فلما كان يوم الرابع مر النبي صلى الله عليه وآله فلم تتكلم فأشار إليها رجل قومي فكلميه فكلمته فأذن لها ووصلها وسألت عن الرجل الذي أشار إليها فقيل علي وهو الذي سباكم أما تعرفينه فقالت لا والله ما زلت مدنية طرف ثوبي على وجهي وطرف ردائي على برقعي من يوم أسرت حتى دخلت هذه الدار ولا رأيت وجهه ولا وجه أحد من أصحابه في نص آخر أنه صلى الله عليه وآله مضى حتى مر ثلاثا قالت هي سفانة فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلمي قالت فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك قال قد فعلت فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك ثم آذنيني فسألت عن الرجل الذي أشار إلي فقيل علي بن أبي طالب وقدم ركب من بلاد بلادها يعني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت قدم رهط من قومي قالت وكساني رسول الله صلى الله عليه وآله وحملني وأعطاني نفقة فخرجت حتى قدمت على أخي فقال ما ترين في هذا الرجل فقلت أرى أن نلحق به وقد أسلمت سفانة بنت حاتم وحسن إسلامها غادرت المدينة إلى أخيها في الشام فلامته على تركه لقبيلته فسألها عن رأيها في النبي صلى الله عليه وآله قالت أرى والله أن نلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فلسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن نذل في عز اليمن وأنت أنت قال والله إن هذا الرأي يقول فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده وعنده امرأة وصبيان أو صبي فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فسلمت عليه فقال من الرجل؟ قال قلت عدي بن حاتم فرحب به النبي صلى الله عليه وآله وقربه وكان يتآلف شريف القوم ليتآلف به قومه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فانطلق إلى بيته قال فوالله إنه لعامد بي يعني مشيني معه لعامد بي إليه إذ لقيتهم رأة كبيرة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها فقلت في نفسي والله ما هذا بملك ثم مضى حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم يعني جلد محشو ليفا فقدمها إلي فقال اجلس على هذه فقلت قلت بل أنت فاجلس قال فقال بل أنت فاجلس علي قال فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بالأرض فقلت في نفسي ما هذا بأمري ملك فدخل الإسلام في قلبي وأحببت رسول الله صلى الله عليه وآله حبا لم أحبه شيئا قط قال ولم يكن في البيت إلا خصاف ووسادة أدين فلم يجلس عليها ولم أجلس عليها ثم أقبل علي عليه السلام فقال هيه يا عدي بن حاتم أفررت أن توحد الله وهل من أحد غير الله هيه يا عدي بن حاتم أفررت أن تكبر الله ومن أكبر من الله هيه يا عدي بن حاتم أفررت أن تعظم الله ومن أعظم من الله إيه هيه يا عدي بن حاتم أفررت أن تشهد أن لا إله إلا الله وهل من إله غير الله إيه يا عدي بن حاتم أفررت أن تشهد أن محمد رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحو هذا وأنا أبكي ثم أسلمت ثم قال له إيه يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا أو ركوسيا أي نصراني من المذهب الركوسي قال بلى قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع أي تأخذ منهم ضريبة مقدارها ربع أرباحهم قال بلى وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك إذن لم تكن المسألة غزوة وتعديا وسبيا بل كانت خطة حكيمة لاستدراج بني طي وزعيمهم باللين المشوب بالحزم من خلال هدم صنمهم الذي يمثل الخرافة ومن ثم أسرهم ثم بإغراء بنت حاتم الطائي من قبل علي عليه السلام أن تلحها على النبي صلى الله عليه وآله بطلب التحرر فيستجيب لها ويطلق لها قومها معها ويحسن إليها الأمر الذي جرأ أخاها على القدوم فكان أن عامله النبي صلى الله عليه وآله بما يليق بمكانته وحضوره فدخل في الإسلام عن قناعة وبقي من الموالين لمحمد وآله صلى الله عليه وآله إلى حين شهادته بهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام قد نفذا من الخطط أحكمها بما يفوت على قيصر الروم أن يستدرج القبائل العربية إلى صفه ضد المسلمين وذلك باستعمال الوسائل الخلاقة وبأقل قدر من الضرر بحيث تم القضاء على الوثنية في طي من جهة وتم استجلاب العقل والعاطفة لديها من جهة أخرى وهو أمر لم تعهده العرب من قبل بهذه الصورة الرائعة التي سلم فيها العرض والمال والدين والمروء لقد فهمت بنت حاتم الطائب ما أشار به علي عليه السلام لها ولا شك أنه كان بالتنسيق مع رسول الله صلى الله عليه وآله كما لا شك أن أخاها عاديا قد قدم المدينة بعد طول تفكر وتبصر كما ودخل في الدين بعدما خطب بمعالي الكلام وعومل معاملة الكرام من هنا نقول لن يكن الجهاد في الإسلام ولن يكون إلا بالحد الدفاع الأدنى الذي يحفظ ليس سلامة المسلمين فحسب بل وسلامة الكائنات كلها بأقل القدر من الخسائر لا يجوز النظر إلى غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسراياه إلا بهذا المنظار الذي يكشف عن رحابة استراتيجية جعلت من الدين يتمدد ثقافيا أكثر منه عسكريا وبطريقة سلسة وسريعة تستحق كل فقرة فيه أن تدرس بعناية وروية حذرا من الوقوع في التأويلات البائسة والتنظيرات الخاطئة حياك الله سمحت الشيخ وحييك ونحيي السادة المشاهدين الله يحييك بداية سمحت الشيخ غزوة طي وهدم صنامها فلس بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيف يمكن أن نلخصها سريع أو غزوة إذا بدك تسمح لي بدك توسع إيه تفضل منكم نستفيد سمحت الشيخ لأن هذه السريعة حادثة ليست عادية ليست عادية صحيح كل ما جرى مع النبي ليس عادية أولا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في مكان يدعو إلى عبادة الله الواحد بجميع أصناف الأذية تناوله قومه بل وأرحامه بعض أرحام يعني تبت يد أبي لها بآية تقرأ إلى يوم القيام نعم 13 سنة لم يمارس المسلمون ما يسمى العسكريتاريا أو القتال الفعلي هلأ والله حدا بد يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتصدى له بنو هاشم يعني مشكل محلي إذا بدك لتقريب الصورة نعم العمل قال اذهبوا إلى الحبشة إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد فعلا كلمة تاريخية ملك لا يظلم عنده أحد يعني رجل ينشد العدالة بغض النظر عن من يحمل العدي والنجاشي أسلم وحسن إسلامه وكتم إسلامه هذا بحثة نعم هاجر دفعات أو دفعتين على الأقل إلى الحبشة المتتبع للتاريخ يجد أن في الحبشة كان هناك بناء استراتيجي يقوده جعفر بن أبي طالب والمتتبع الحثيث للتاريخ يجد أن علي أنفذ إلى الحبشة مرارا أكثر من مر أكثر من مر فيه علاقات كانت تنشأ وكان جعفر يعني فيك أنا ذاك تسمي الرجل الثاني بعد علي عليه السلام في هذه المهمة التي دامت حتى العام الثامن للهجرة أفرح بقدومي جعفر يوم قيبة عانى المسلمون ما عانوا طيب يا عمي فيه موسم حاج دعوني أتكلم لا مجنون ساحر ما حدا يقرب صوبه إياكم أن تلتقوا به أبو ذار الغفار كاد أن يقتل من شدة الضرب صحيح لولا أن غفار على طريقهم لقتلوه عبد الله بن مسعود استضعفوه العبيد في مكة طبقات الدنيا سمية وعمار قتلها نعم قتلها صبرا ومع ذلك لم يتجه المسلمون إلى عسكرة دعوته علما أن حق الدفاع حق إنساني جاءت الأديان فنظمته ولا لا حق الدفاع صحيح حق إنساني إيجا الدين دفاع على نفس لا تقتل جريحا لا تجز على جريح لا تمثل لا تحرق شجر لا تقتل نساء لا تقتل أطفال إلى آخر إيجا نظم الدفاع تنظيم الدفاع وإلا هو حق إنساني مشروع لا يماري به أحد نعم طيب هل كان المسلمون يملكون القدرة على مناجزة أهل مكة ربا يعني من يملك من يملك من أمثال حمزة وعلي وجعفر وجعفر كان في الحبش حبش يعني مش سهل أن يضرب بالقوس على وجهه أبو جهل هشام بن الحكم زعيم بني مخزوم فلا يجر أحد أن يرد على حمزة بن عبد المطلب وهذه مسألة يجب أن تدرس كان يستطيع المسلمون أن يقوموا بفعل عسكري تاري أقله أقله اغتيالات سري تضيع فيها الدماء مع ذلك لم يؤذن لهم من قبل الله عسكري وخرجه ذهب إلى المدينة طيب تركه بالمدينة دعوه يتكلم ممنوع يحكي ممنوع عليه أن يتكلم طيب في حرمات انتهكات في دماء سالات فهمنا صبر عليها المسلمون فهمنا تركو لكم مكة وفلوا ذهبوا بدكن تمنعوه نهاجروا كانوا يحاولون منع الناس من الهجرة وفي ناس منعات ألقي القبض عليها وحبست لحقوا على المدينة يريدون منعه من الكلام أكثر من هك صادروا أموال المسلمين في مكة يعني مارسوا عملية استقصال استقصال ما لك ما لك عقار تقسيم فدرالي حصل من يملك عقار يستحق أن يسكن في مكة من لا يملك عقار لا يستحق أن يسكن في مكة وأنتم لا تملكون عقار المؤده أنا منكوب ونزلت على أناس يعني المدينة بالنهاية مش بئرنفط يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص آثر الأنصار نصر وبعدين لا بد من وضع حد لهذا الأمر صارت كريش تقوم بالغارات إن من خلال العسكر المرافق لقوافلها يتعدون على الناس أضف إلى ذلك هذا المسلم بيقول أنا يعني صبرت ما فيه الكفاية إلى أن أذن الله له بالدفاع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يدفعوا عن أنفسهم الظلم حصلت معركة طيب معركة أحد وين حصل جاءوا أربعمائة وسبعين كيلو متر من مكة إلى المدينة إلى أحد يقاتلون لحينوا على المدينة إلى أن حصل غزوة الأحزاب والتي كانت مفصلا تاريخيا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الآن تغزوهم ولا يغزوهم جزيرة العرب قلت وأقول إذا بتعمل إحصاء سكيني من اليمن يعني من بحر عمان إلى باب المندب الآن صعودا إلى الكويت ومن هنا صعودا إلى العقبة كم ألف بيطلعوا ما بيتجاوزوا المليونين النسمة بما في ذلك اليمن مع اليمن مع اليمن ما بيتجاوزوا المليونين مليونين ونص في أحسن الحالة إذا كثر العدد وصولا إلى بادية النجف صحراء نجد ممتدة إلى النجف تقريبا إلى إلى داخل الحدود العراقي الآن هاي جزيرة العرب بما في ذلك جزء كبير من الأردن ما بيتعدوا المليونين هود المليونين موجودين بين عدة دول عظمى وكبرى أمبراطورية الروم التي لها امتداداتها الأوروبي من بيزنطا إلى روما نزولا إلى سواحل المتوسط أيضا عندك شق مسيحي لا يستهام به وإن كانت بيزنطا تعامله بفوقية وهو أقباط مصر وأورتودوكس أثيوبيا نعم وأريتيريا والصومار والقرن الأفريقي وهو دول ودول ذات شأن شو مصر طبع خزان بشري هائل خزان زراعي هائل فيها المقوقس فيها أقباط بالنهي مسيحي ويدفعون إتاوة للسندوق المركزي في القسطنطيني لكن كانوا ينظرون إليه النظر دونه بس بالنهي ضمن المظل الرومي ومن هناك من الجهة الشرقية كسرة وما أدراك الذي يمتد ملكه من أواصل الهن إلى أواصل العراق يعني الفوراتين كانا تابعين لكسرة نزولا إلى اليمن كانت محتلة من قبل كسرة يحكمها حاكم اسمه فيروي من قبل كسرة انت بي دين جديد في مليونان بني آدم معك تابعين إلك لا يتجاوزون المائة ألف عم تحكي بالسنة الثامنة للهجرة قبائل العرب أرسل كتبا رسول الله صلى الله عليه وآله كسرة مزق الكتاب كسرة منه رجل دولي ذاك الكسرة لم يكن رجل دولي ما في رجل دولي بيتصرف بها الحماقة بالله حكمة حماقة سوء سوء أدب غل تكبر مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله قيصر لا أرسل مراسلات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أدرك بعمق أنه مهزوم ثقافيا ما بيقدر لأنه قال النبي دع الفلاحين وشأنه دع المواطنين خليه اختاره يسمعوا كلامه وسمعهم البدكي نازلني ثقافيا ثقافيا ثهم الموضوع لابد من القيام بحملة شو انه قيم كم بدوي في صحراء العرب ما بيجاوزوا كذا ألف بني آدم بيستأصلهم بس لش بدي غامر أنا بجنود الرومان يعني بجنود رومية بيزنطة ليش بدي غامر بواحد قاعد بتركيا بسوريا بفلسطين مم عوض على الطقس الصحراوي لا فيه متنصرة من العرب أجعلهم مقدمة للجيش لخام جوذان غسان طاي إلى آخره من هذه القبائل فدائيون مش فدائيون خلينا نستعملهم بالنهي نصارى مثلنا مثلهم وإذا حكموا خير يحكمون يباب واسع و ممكن ممكن أن يعني ما عجز عنه أبره الحبشي نفعله نحن نجعل نضع يدنا على الحرم الإبراهيم ما نحن حاطين إيدنا على كنيسة القيامة وعلى القدس وعلى غيرها من المقدسات شو بيمنع من هنا يجب أن ندرس غزوات النبي كل عمل عسكري تاري قام به النبي البائسون أنه رسول الله بالسيف أدخل الناس لا لا اقرأ الظروف شوف كل قبيلك افتعاط معها أولا لا بد أن يحصن الجزيرة بحيث إذا توجه للمناورة مع الروم لأنه تبوك لم يلقى كيدا كانت مناورة لا بد أن يحمي ظهره ظهره ما بين حمى مع وجود قبائل مالت إلى الروم الروم بحيث أن الحارث ابن شمر النصراني يهدي لصنم الفلس سيوفا سيوفا وأدرع ودروع طيب منك مسيحي انت كيف تهدي لصنم إذن الموضوع موضوع سياسي مش موضوع عقائدي طاي قبيلي لو لم يكن لها إلا حاتم الطائ لا واجهت به العرب سمعة كمان وحضور جغرافي حضور جغرافي على مفصل مهم وبحالة حرب عدي بن حاتم حاتم الطائ استطاع الروم أن يستميله فتنصر على الركوسية الركوسية مزيج من النصرانية والصابعة يعني بقيت الوثنية تدخل فيما سماه نصراني الركوسي مذهب هرطوق كما يصنفه علماء المسيحي بين النصرانية هرطوق هل لا هو هرطوق مش هرطوق أنا لم أبحث في الركوسية كمذهب لكن فيه من مزيج مزيج مما يعتقد به الصابعة والنصراني والنصراني مزيج نعم مواضح هذا الزلم لما اندخل في المسيحية تخلخلت الوثنية داخل طي إذن هي فرصة مناسبة لتهديم الخرافة فيه صنع اسمه الفلس نضربه نسقطه ونتفاهم ما عدي ابن حاتم من حي الطي بعد أن هجم الأكيدر الكندي في حلقة كاملة دومة الجندل دومة الجندل نعم كسرت أول شوكة صح من حي الطي طي هذا الملك المحلي الذي أسلم قتله قيصر فأدب به بقية الملوك للمحليين إذن تباشير المعرك ظاهر ظاهر خلنا نعد العدي ما فيني أترك المدينة وفي قبيلي بكاملها أو قبائل بكاملها تميل إلى الروم وفي أبو عامر الراهب الذي كان ينشئ مسجد درار في المدينة أبو عامر الفاسق وغيره ولذلك يوم تبوك ترك علي في المدينة وأفرت حلقة للإنجازات التي قام بها علي عليه السلام في منع سقوط المدينة في غياب رسول الله إذن الموضوع مو موضوع أنه والله منهجم ومنخطف نسوان ومنجيب أولاد ومنستعبدهم وما إلى آخر الآن كيف تتعاطى مع الكرام أولا تسقط الخرافي لديهم تسقط الخرافي لديهم والصنمية إذا فيه أولاد بيوت الآن أولاد بيوت محترمي كل ما فتل عندهم بتلاقيهم عم يحضروا جن طيب كيف بدك تنهاهم عن هذا الموضوع أولا بالموعظة الحسنة إن لم تتيسر كسر لهم العدي تبع الشغل قل له ما زال أبضاي هدى الجني خلي يجي لعندي لما أنا بتكسر عدة الشغل خلص يعني الحبر السليميني والزعفران والمدري استقفوا الله أنت استدعى حد لما أنا بتكسر الخرافي بيرجع بيلاقي حاله ابن البيت موجود صح إنه شو كنت عم ساوي أنا أنت ابن حاتم الطائي طائي كريم العرب حاطين فلس صنم تسجلون له وتعبدونه طيب إذا كنت أرده لماذا أصبحت ركوسيا ما هي هاي الثغرة التي نفذ من خلالها رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة علي كسرول عدة الشغل قال تغير عليهم وتكسر لهم صنم صنم وأرفق بهم جابهم سفانا بنت حاتم الطائي لم يرها علي ولم تره ما هو الذي جعل علي يعزل آلحات تحديدا ولا يدخلهم في السبي حتى لا تجري قسمتهم لماذا استثني هذا البيت والمحيطين به من قسمة السبي الحكم الشرعي لماذا أخذت الأسياف والدروع جعلت من الصفايا ما هو يصطف به رسول الله صلى الله عليه وآله غير الخمس لأنه إن كان لهذا الصنام من قوة وفع عليه فليحرر أغراضه من ساكن المدينة اللي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله وآله شفت كيف الأمور تدار بحنك وحكم شوفوا يا طي هاي هدايا صنمكم المهدوم أصبحت بيد الرجل فليستردها سفانة أنزلت في بيتي امرأة كريمة من المسلم رملة بنت الحار ناشهدت رسول الله غاب الوافد قال من وافد قالت علي بن حاد قال الفار من الله ورسوله هذا هرب من الصنمية إلى الركوسية طيب ما يجي نحن منعرف نحكي معهم رسخ في نفسها أن الفرار من الله ورسوله لا يجدي نفعه وكان علي عليه السلام يومي لها أن تعود فتطلب من النبي فمن علينا يا رسول الله قال قد من جيبوهن ردوهم شوفي نعم وغير ذلك عوضوهم شوفي يا بنتي بس تلاقي حدا من قومك ما حابعتك وحدك وليس من شأني أن أرسلك منفردة بين العرب بدي ابعتك مع رهط من قومك فإذا جاء رهط من قومك فآذنيني بلغت كساها أعطاها نفقة الطريق أعطاها كل الأعطيات اللازمي وأكثر مما كرمها أكثر مما أخذ من قومها وأطلقهم جميعا رجوا عبلادهم كثفت عشان عند عدي عند عدي ابن حاتم أسلمت وحسن إسلامه لا شك مكثت في المدينة ردحا شهر 22 يوم ثلاثة شهر ما بعرف سكنت في المدينة شافت الأخلاق المسلمين شافت أخلاق أخلاق رسول الله وسألت نفسها لماذا الذي هاجمنا يومي إلي بالإشارة أن كلميه من هو هذا هذا علي بن أبي طالب أكيد سألت من يكون علي بن أبي يقوله هو ابن عمه وزوج ابنته وأبو ولداه ووصيه أخ هذه استمرارية إذن شف لمن بتكون عند زعيم بيغمزك لمرافي بيسترجي يغمز لو ما يكون آي الله طبعا هاي عند العادي فما بالك بين نبي ووصي ووصي بال بين خير الأنبياء وخير الأوصياء تنسي استدرجت القبيلة برمتها بأقل ضرر بأقل قدر من الخسائف إلى أن جاء عدي بن حاتم عدي بن حاتم العاقي عنده عقل مش ولد فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده رسول الله باع عنده امرأة وصبيان شو الملك هذا ليس ملك قالت فتر على البيت أهلا وسهلا عدي بن حاتم أهلا وسهلا لما نوصلوا على البيت فيه بالبيت فرشي رقيقة من قدم يعني جل ومخدة وطراحة من جلد محشو ليف يعني تخيل الليف خشن الليف إذا قعد على يعني ما معه ديسك بيصير معه فقال له اجلس قال لا بل أنت فاجلس قال لا أنت فاجلس أجلسه وجلس رسول الله على العرض دخل علي فجأة ايه هي يا عدي بن حاتم الله بل شي خاطب فيه مكارم الأخلاق فيه أكبر من الله فيه أعظم من الله تكابر فلا تشهد أن الله واحد أفررت مني أسلم قال له رسول الله أنت عامل مسيحي ركوسي ما هي قال بي قال بي شرعك ربع الغنائم أنت تأخذ من قومك المرباع وفي شرعك لا يحل لك ذلك بيقول أدركت أنه يعلم ما يجهد فهو نبي أدركت أنه يعلم ما يجهد ما يجهد هون شوف الغزو كيف بدنا ننظر لها ما فينا نقول أنه والله هذا كان سيف وخبط عشواء يجب أن تنظر غزوات النبي وسرايا بعمق ليس بسطح خاصة في مسألة بني قريزة وغير بني قريزة اللي ناكثوا العهد كنت قد أفردت حلقات نعم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر